موسيقى جرائم الاتجار بالبشر تتزايد في العراق ما السبب وما يقف خلفها موسيقى كيف وظفت التقنية الحديثة في خدمة البشرية خلال عام 2018 موسيقى وفي لبنان اول مقهى انطقمه من ذوي احتياجات الخاصة موسيقى 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 مركبة ملغمة تاخل سوق شعبية وسط مدينة تلعفر تمال غربي العراق وأفادت مصادر أمنية بأن الانفجار وقع في منطقة رأس الجادة وسط المدينة التي تقع إلى الغرب من مدينة الموصل وتقطنها أكثرية تركومانية كانت دول عربية وغربية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس وأودى وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح ونددت كل من جامعة الدول العربية وتونس ومصر وألمانيا ودول أخرى فضلاً عند الأمم المتحدة الهجوم وصفة إياه بالإرهابي الذي يستهدف ليبيا وشعبها إلى جانب السعي إلى عرقلة الجهود المبذولة لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا وإيطالة أمد الأزمة الليبية أعلنت وزارة الداخلية الليبية اكتشاف مقبرة جماعية تضم رفاة أربعة وثلاثين مسيحياً إثيوبياً أعدمهم تنظيم داعش في عام 2015 وأفاد مسؤول ليبي بأن رفاة المسيحيين استخرجت قرب سيرت بعد تحريرها من احتيال التنظيم من قبل قوات الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة قال الرئيس العراقي برهم صالح إن نهاية الإرهاب صنعها العراقيون وعليهم الحفاظ على النصر واستئصار الفكر المتطرف وأضاف صالح خلال قداس عيد الميلاد في بغداد أن العراقيين يريدون بلداً آمناً مع شعبه وجيرانه في ظل حالة من التصالح والوحدة ضد الإرهاب تواصل الميليشيات الحوثية خرق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي اليمن إذ سقطت قضائف على مناطق سكنية في حين لم تتوقف الميليشيات عن حجد مسلحيها في مناطق التماس واستهدفت الميليشيات الحوثية آليات زراعية لمواطنية الحديدة في حين لقي مواطنون آخرون مصرعهم في منطقة النخيلة من جراء ألغام زرعتها الميليشيات الحوثية ازدادت إلى 429 قتيلا حصيلة ضحايا موجات التونامي التي ضربت المناطق الساحلية في جزيرتي جاوى وصومترا في أندونيسيا وقالت كالة التخفيف من آثار الكوارث إن عدد المصابين بلغ 1485 في حين مازال 154 شخصا في عداد المفقودين وبدأت فرق القوات العسكرية وعمال الإغاثة في الوصول للمناطق المعزولة في الجزء الواقع جنوب غربي جزيرة جاوى الأكثر تضررا التي عزلها التونامي تخطط الصين لإلغاء بعض رسوم الواردات والصادرات في 2019 من أجل توفير المواد الخام في ظل التوتر الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية وقالت وزارة المالية الصينية إن رسوم الواردات المفروضة على ما تسمى بالوجبات البديلة ستلغى بدءا من الشهر المقبل أكدت مصادر صحفية أن نادي باريسان جرمان مقبل على قرار حاسم يتمثل ببيع أحد نجميه البرازيلي نيمار أو الفرنسي كيليان مبابي لتفادي التعرض لعقوبة قد تحرمه من المشاركة في البطولات الأوروبية حيث كشف موقع ميديا بارت الفرنسي أن صفقتين ماروان بابي باتتا تحت مراقبة هيئة اللعب المالي النظيف في أوروبا لأن النادي الباريسي أخلى بقوانين توازن المدفوعات والمداخل الصين تكرر تجربتها البوليسية في شينجيانج على مناطق مسلمة أخرى التفاصيل بعد الفاصل أهلا بكم من جديد وثق المرصد العراقي لضحايا الإتجار بالبشر عددا من الحالات التي شمل بعضها تجارة أعضاء بشرية وتسول الأطفال وتأسيس شبكات للدعارة مشيرا إلى توثيق ثلاث عشرة حالة متنوعة استهدفت معظمها النساء والأطفال دون ستة عشر عاما مبينا أن أربعين بالمائة من تلك الجرائم حدثت في العاصمة بغداد وفي تقريره الأول الذي نشر في نوفمبر تشرين الثاني الماضي كشف المرصد عن ثلاث شبكات في بغداد تعمل من خلال صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي لليقاع بالضحية بعد النصب والإحتيال بانتزاع أعضائهم مقابل مبالغ مالية تذكروا أنه في ظل الوضع الأمني غير المستقر الذي يعيشه العراق انتشرت مافيا الإتجار بالبشر بطريقة مخيفة في أنحاء البلاد الأمر الذي دعا إلى تشكيل المرصد العراقي لضحايا الإتجار بالبشر من بغداد معي عبر الأقمار الصناعية مصطفى سعدون مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان أهلا بك أستاذ مصطفى أستاذ مصطفى تسمعوني 13 حالة وثقها المرصد العراقي لضحايا الإتجار بالبشر في للا شهر واحد إلى أي مدى تنتشر هذه الظاهرة في العراق ظهرة التجار بالبشر في العراق تنتشر وتتنامى منذ عام 2003 وحتى هذه اللحظة رغم وجود تشريع قانون يكافح هذه الظاهرة وإن جاء متأخرا لكنه لم يكن فعالا بشكل الحقيقي الذي يفترض أن يكون عليه يعني منذ عام 2012 عندما شرع القانون قبل 6 سنوات ألقت القوات الأمنية العراقية على عشرات العصابات التي تتاجر بالبشر أو بالأعضاء البشرية هذا يعني أن هناك مساحة واسعة وكافية للعصابات والمافيات التي تعمل في ملف الاتجار بالبشر وهناك حركة رشيقة تقوم بها في عموم المحافظات العراقية دون أن يكون هناك جهد حقيقي لمكافحتها الاتجار بالبشر يعني لا يتمثل فقط ببيع الأعضاء البشرية أو ببيع الرقة وغيره الاتجار بالبشر يتعلق بإجبار الأشخاص على العمل في ماكن لا تليق بهم إجبار بعض الفتيات على التواجد في النوادي الليلية وهم جئ بهم من محافظات أو مناطق أخرى للعمل في شركات أو مؤسسات حكومية وغير حكومية الجار بالبشر يتعلق بي الأطفال الذين ينتشرون بالمئات يوميا في شوارع العاصمة بغداد وشوارع المحافظات العراقية الأخرى وهؤلاء الأطفال يعني يجي بهم من قبل عصابات ومافيات لا تستطيع الدولة حتى هذه اللحظة من محاربتهم ومكافحتهم لذلك ملف التجار بالبشر ملف واسع وكبير تفاقم وازدادت مساحة العمل به خلال فترة سيطرة التنظيم داعش على المناطق العراقية أو على بعض المناطق العراقية لو تفصل لنا أكثر ما هي أشكال التجار بالبشر مجددا أستاذ مصطفى يعني أشكال التجار بالبشر يعرف التجار بالبشر على أنه إما أن يكون هناك عمل بالسخرة أو عمل بالإجبار وأيضا عمل إجبار الفتيات على نوادي الليلية في بغداد عندما تذهب وتتحدث إلى أي فتاة تعمل في هذا النادي تجدها مجبرة لأنها تورطت بالعمل في هذا المكان بسبب أشخاص ضحكوا عليها وأبلغوها أو تحدثوا إليها بأنها سوف تعمل في أماكن محترمة وأماكن تليق بها موضوع الإتجار بالبشر أيضا يتعلق بالأطفال الذين كانوا جزء من تنظيم داعشة والذين كانوا جزء من جماعات مسلحة أخرى أيضا يتعلق موضوع الإتجار بالبشر بالأشخاص الذين ينقلون مجبرين من مكان إلى آخر أيضا نحن نعمل حاليا على ملف الإتجار بالبشر الخاص بالعمالة الأجنبية الموجودة في العراق ازدادت مساحة أو انتشرت الظاهر أكثر في فترة وجود تنظيم داعش عندما صارت هناك حالات خطف بالمئات أو بالآلاف في مناطق سيطرة التنظيم وأيضا حتى في المناطق بعد ما بعد التنظيم كانت هناك عصابات تعمل وجهات يبدو أنها قوية تعمل على خطف الأطفال خطف حتى النساء وهؤلاء ربما سجلوا بأنهم جزء من الذين فقدوا أثناء المعاركة أثناء عمليات التحرير أيضا كان تنظيم داعش يختطف أشخاص ويجبرهم على بيع بعض عضاءهم الجسدية مقابل نقلهم من محافظة نينوى إلى الحدود العراقية التركية كل هذه السلوكيات أو هذه الأفعال تمارس حتى هذه اللحظة هل هناك ربما دولة ميليشيات في العراق بانتشار هذه الظاهرة ربما يستفيدون من هذه التجارة؟ يعني عادة الذي يتاجر بالبشر هو ليس بشخص ضعيف أو شخص بسيط أو مجموعة من اثنين أو ثلاثة أشخاص عادة ما يكون لهم النفوذ ليكون لديهم سلاح يكون لديهم قوة حقيقية موجودة يكونون أيضا مقربين من السلطة على اعتبار أن موضوع الإتجار بالبشر لا يعني ليس بالسهل وليس بالهين وليس مثل أي عملية أخرى عملية تهريب بسيطة أو عملية بيع مواد غذائية تالفة مثل ما يحدث لا موضوع الإتجار بالبشر موضوع خطر ولا يمارسه إلا الأشخاص مثل ما قلنا القريبين من السلطة أو الذين يمتلكون مساحة عمل واسعة ونفوذ وربما حتى إسناد حقيقي من أجهزة أو مؤسسات دولة أو أشخاص في هذه المؤسسات تعني أقتبس من المرصد العراقي لضحايا الإتجار بالبشر يقول عمل تلك الشبكات يبدأ من خلال ترغيب الضحية بمبالغ مالية ليتم استدراجها إلى مستشفى خاص وترتيب أوراق مزورة لاستكمال عملية نزع الأعضاء التي يمكن التبرع بها نتحدث هنا عن فساد إداري أو ربما حكومي أستاذ مصطفى هذا ما قلته يعني ما أسلفت به قبل قليل بأن هناك أشخاص في بعض مؤسسات الدولة يتعاونون مع هؤلاء لنتحدث عن موضوع التجار بالأعضاء البشرية موضوع التجار بالأعضاء البشرية هذا ربما هو موجود بشكل يومي في بغداد أو في بعض مستشفيات العاصمة بغداد خاصة ما يتعلق بموضوع الكلية هذا الجهاز البشري المهم يباع بشكل يومي وهناك أيضا أشخاص فعلا يجبرون على البيع بقابل مبالغ مالية بسبب الفقر بسبب الحاجة كل هذه هي مشاكل مركبة تؤدي فيما بعد يعني تؤدي فيما بعد إلى أن يضطر الأشخاص إلى بيع أعضاءهم الجسدية أو ربما يتم المتاجرة بأبنائهم أو بناتهم هذا موجود يعني موجود وظاهر للعيان وظاهر للجميع هناك يعني أشخاص يدفعون بأطفالهم للتسول أو يدفعون بهم أمام لأشخاص أو لمجموعات أو لشركات حتى يظهرون في الشوارع ويتسولون ومن ثم يعودون بوارد مادي إلى هذه العصابة وثم إلى العائلة مشكلة الإتجار بالبشر مشكلة مركبة أساسها الفقر والأساس الثاني هو غياب القانون والحركة الفعلية القوية لأجهزة الدولة العراقية أنا أشكرك شكرا جزيلا المصطفى سعدون مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان حدثنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد تحاول أجزة الشرطة في الصين تكرار أعمالها البوليسية الشرسة التي تقوم بها في منطقة شينجيانج في أجزاء أخرى من البلاد لا سيما في المناطق التي توجد فيها مجتمعات مسلمة أخرى حيث صعدت السلطات الصينية من برنامجها للمراقبة الجماعية والاحتجاز من خلال لجوئها إلى زرع شبكة من كاميرات المراقبة تغطي شوارع كثير من المقاطعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد مشاهدين لم يمضي عام 2018 من دون أن تكون للتكنولوجيا بصمة خاصة فيه تسيما مع التقدم الهائل الذي يشهده ذلك القطاع في العالم فكان من أبرز الاستخدامات الجديدة للتكنولوجيا في 2018 إيصال التطعيمات عبر طائرات من دون طيار استخدمت هذه التقنية للمرة الأولى في العالم لإيصال تطعيم لطفل رضي عمره شهر واحد في دولة فان وانو في المحيط الهادئ واعتبر الحدث قفزة كبيرة للصحات العالمية القضاء على العمل القسري تجأت سايلندا إلى الاستعانة بالأقمار الصناعية لمكافحة العمل القسري في صيد الأسماك القضاء على ديدان المحاصيل يتنبأ تطبيق ذكي باحتمالية غزو الآفات التي تتغذى على المحاصيل الزراعية تحديد النقاط الساخنة للتحرش ساعدت تطبيقات جديدة للنساء في الهند على إبلاغ السلطات عن المناطق التي تعرضنا فيها للمضايقة القضاء على زيكا تساعد طائرة من دون طيار عبر إطلاقها ملايين من البعوض المعقم في مكافحة تفشي فيروز زيكا رسم خرائط للأحياء الفقيرة تستخدم الهند الطائرات من دون طيار والأقمار الصناعية لرسم خرائط للأحياء العشوائية تحويل البلاستيك إلى وقود يمكن لآلة أن تحول نفايات البلاستيك إلى وقود الديزل والبنزين مكافحة التحرش الجنسي في العمل عبر تطبيق أو عبر برنامج تدريب افتراضي يعلم الموظفين بكيفية التصرف عندما يشهدون سلوكا غير لائق مكافحة الإتجار بالبشر أصبحت مولدوفا أول دولة في العالم تجري فيها التقنية لمعالجة الإتجار بالبشر الكشف عن البذور المفيدة أو المقلدة تساعد التكنولوجيا الهواتف الجوالة المزارعين في كينيا في الكشف عن نوعية ضعيفة من البذور للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إليه من بيروت عبر الهاتف علي عميس الخبير التقني أهلا بك أستاذ علي أهلا بك أستاذ علي في 2018 أهم الاستخدامات التكنولوجية هي التي تتعلق بموضوع الاستشفاء وموضوع العناية الصحية ومنها كما ذكرتم موضوع إصال الدواء إلى جزر أو اللقاحات إلى جزر بعيدة وأيضا هناك اختراع جميل جدا هو صناعة دماغ جنين بحجم ممحات صغيرة هذا من أجل العمل عليه على التجارب وعمل على اكتشاف الأمراض المتعلقة بالدماغ وهناك أيضا اختراعات مثل اختراع وضع تم وضع جهاز يعني هو يستحضن في جهاز الآيفون يساعد المرضى المكفوفين من خلال أشخاص آخرين يمكنهم أستير عبر وضع جهاز الآيفون أمامهم وشخص آخر في العالم في أي مكان في العالم يمكن مساعدتهم على التنقل والمشي وفعل ما يريدون هناك أيضا طبعا هناك اختراعات عربية منها من مصر ومن دول المجلس التعاون الخليجي واختراعات مثل الجهاز شاحن لكل أنواع الأجهزة في المنزل وهو من قبل أحمد محمد ظافر وقد لنا لبراءة اختراع وهناك أيضا جهاز انزار للسيارات اختراعه المصري عماد عطية وهو يستطيع إغلاق ومنع اللص من التحكم في السيارة ويمكن له رسال انزار عبر الهاتف لصاحب السيارة هناك تطبيق لمكافحة التحرش الجنسي في العمل إلى أي مدى مثل هذه التطبيقات يمكن أن تؤدي هذا الغرض بالفعل؟ في الحقيقة هذه التطبيقات مفيدة ولكن ليس في دولين العربية لأن الدول اللي نرتبط في الواقع الاجتماعي وغيره ولكن في الدول الأوروبية والدول الأمريكا يستفيدون من هذه التطبيقات عبر انزار الجهات معينة بوجود حالات تحرش وعبر ممكن أن يكون هناك شخص معين يتحرش بأكثر من مرة فيصبح هناك علامة عليه وهذا ما يساعد السلطات في تحديد المتحرشين بدقيقة لو سمحت أستاذ علي ما هي مخاطر هذه التقنيات الحديثة؟ بالحقيقة المخاطر تقمن في عملية أو ما يسمى بالزكاء الاصطناعي القادم وهو المرتبط بالأمور العسكرية التي قد تستهدم هناك مثلا تم تكوين صحاب الصحاب التي تجعل المطل يتساقط والبارك ويمكن لها أن تكون أن تشكل عاصفة لنشر مواد مشاعة وغيرها بالتالي التكنولوجيا لها سيفزوا حدين هذا ما أعتقده أنا أشكرك شكرا جزيلا علي عميس الخبير التقني حدثتني عبر الهاتف من بيروت بالرغم من أن شركة أبل من كبرى شركات التكنولوجيا وبالرغم من أن منتجاتها تعد نوعا ما الأعلى جودة والأكثر شهرة في العالم غير أنها تسببت في خيبة أمل كبيرة لمستخدمي منتجاتها سنة 2018 مستهلكوا منتجات أبل الذين يتوقعون دائما الحصول على أحدث المزايا التي عودتهم شركة أبل عليها وصيبوا بخيبة أمل كبيرة في سنتي 2018 وهذه هي أبرز خمس خيبات أمل لمحبي أبل في هذه السنة بحسب موقع بيزنس انسايدر أوقفت أبل إنتاج أصغر وأرخص هواتفها في عام 2017 كان أرخص آيفون يمكن الحصول عليه من أبل هو آيفون SE في عام 2018 أزالت أبل هذا الهاتف من تشكيلتها وأصبح أرخص جهاز آيفون يمكن شراؤه هو آيفون 7 الذي يبدأ بسعر 449 دولارا اختارت أبل أسماء مزعجة في النطق لهواتفها الجديدة في عام 2018 أوتيحت لشركة أبل فرصة لإعادة تسمية جهاز آيفون ولكنها بدل أختيار أسماء سهلة في النطق يتذكرها الجميع فررت تحديد ثلاثة أسماء فضيعة لأجهزتها آيفون XS وآيفون XS Max وآيفون XR أما أبرز مزايا iOS 12 فيصعب استخدامها ليس من الواضح كيف تعمل المزايا الأكثر دعاية لآيفون X12 ويبدو أن الأشخاص الوحيدين الذين يفهمون كيفية استخدام اختصارات سيري هم المبرمجون والمهندسون وليس الأشخاص العاديين أما سماعات آيربودز الجديدة فلم تظهر بعد في عام 2018 رغم تقارير عديدة عن أطلاق سماعات آيربودز الجديدة في 2018 إلا أن ذلك لم يكن سوى شائعات فالطرازات الجديدة من آيربودز لم تظهر بعد وما زال الأمل في الكشف عنها في 2019 أما مكبر الصوت الذكي هومبود لا يؤدي كافة مهامه إذ أصدرت شركة أبل أول مكبر صوت هومبود والذي أظهر أنه عاجز أن يؤدي كافة مهامه مقارنة بالأجهزة المنافسة لدى جوجل وأمازون ورغم مزاياه العديدة إلا أنه لا يعمل مع هواتف أندرويد أو خدمات الموسيقى الأخرى بارتيادك هذا المقهى ستكسر حتماً الروتين وتتفاعل مع فريق فريد من نوعه للمرة الأولى في لبنان مقهى تقمه الكامل من ذوي الاحتياجات الخاصة ماريا الفحل والمزيد من التفاصيل فور دخولك المقهى يستقبلونك بابتسامة وعزيمة عالية يحيطونك بإيجابية فتتفاعل معهم تلقائياً حدفني بالحياة أنه نحن فينا قدم على الأدام مش حرة وراء بس ودري شيفت مدامة من الكوفي شوف أني حاس حريقة أنا مبسوطة أنا ليش بدي أجي هذا فجح العرام وين نحن صنع مش حرة وراء وراء قدم بس أتما فينا أفنقحتي توظيف كادر مؤلف بشكل كامل من ذوي الاحتياجات الخاصة من شأنه كسر أي حاجز يمنعهم من الاندماج أو يوحي للناس بأنهم فئة يصعبوا التعامل معها أنا معالج فيزيائي ومن هون أجيت من فكرة أشتغل مع هيدا المشروع كون من بعد شغلي مع هيدول الأشخاص لمدى سنين لاحظت أنه في كتير ناس عم يكون عندهم كاباسيتاء أو قدرات معينة بس ما عم يقدروا ياخدوا حقهم بالمجتمع من هون أجيتنا هيدا الفكرة واشتغلت عليها وهيدا القدرات اللي عندنا وما نحن أبرزناها للعالم حتى نبي احتكاك مباشر مع العالم ما كان حدا قدر شافه وما كان حدا قدر عرفه يتقنون استخدام مهاراتهم المتواضعة وفن حسن الضيافة اتشفت إكسبرينس جديدة حسيت حالي مع ناس كتير محبين وطلعت شوية من الإطار التقليدي يعني للكافي شوبس للمحلات القهوة نحن شفنا التعاية على الفيسبوك وكان كتير حلو الفكرة وحلو العالم تكون عم بتشوف هيدا العالم اللي عندهم ذويق حتيشاتها خاصة وتشوف ان هنا عالم مثلنا مثلون بقدروا يكونوا فعالين بالمجتمع يرات انه العالم اللي حاولنا بيعرفوا ويقصدوا هايك محلات ويشجعون بل كي بتكون قونتاجرس لغير محلات يقدروا يفتحوا هايك هذا المشروع ساعدهم على اكتشاف طاقاتهم لخوض معترك الحياة بشكل مستقل نجاح تجربة هذه المبادرة كسر الصورة النمطية لشريحة أثبتت قدرتها في المجتمع على الاندماج بكفاءات ومهارات استثنائية لأخبار الآن بيروت لبنان ماريا الفحل أقيم قداس عيد الميلاد في كنيسة مهد المسيح في مدينة بيت اللحم بمشاركة شعبية ورسمية وحشود من الحجاج والزائرين بلغت نحو ثلاثة ملايين شخص وبرزت مظاهر البهجة حيث اصطفى المصلون في ساحة المهد قرب شجرة عيد الميلاد ثم وقفوا عند المدخل الحجري للكنيسة التي أقيمت قبل عدة قرون المزيد يمكنكم دائماً مشاهدين متابعتنا على موقعنا الإلكتروني كما بإمكانكم التواصل معنا عبر مواقع فيس بوك وتويتر وبإمكانكم أيضاً متابعة بثنا المباشر في الموقع ذاته شكراً لطيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة